مستفتحا زيارته بغداد بالوقوف عند تمثال سليماني ليؤكد لمن يعرف ومن لا يريد أن يعرف أن العراق محكوم إيرانيا عبر الأذرع الممسكة بالسلطة في بغداد هذه أولى محطة وزير الخارجية الإيراني الجديد علي باقري في بغداد قبل أن يلتقي زعماء الأحزاب الميليشيات في زيارة تستمر يومين حملت في أجندتها إكمال مهمة سلفه حسين أمير عبداللهيان الذي لقي حتفه بسقوط مروحية رفقة الرئيس إبراهيم رئيسي مؤتمر صحفي عقده باقري مع فؤاد حسين وزير خارجية حكومة السودان قال فيه إن العراق وإيران أركزتان أساسيتان في المنطقة تصريح قرأ فيه مراقبون إصرار نظام طهران على ربط العراق بإيران وتحويله إلى قاعدة متقدمة للتدخل في الشرق الأوسط تنفيذا للمشروع التوسعي وكذلك لقاء باقري الرئاسات الثلاث في العراق والمسؤولين في يربيل والسليمانية فيما تدور أجندة الزيارة الموسعة على القضية الأمنية كما تراها إيران ومتابعة ملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق كردستان العراق القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها وبالجملة تتضمن زيارة متابعة ما تسميها إيران الاتفاقيات الاقتصادية بين بغداد وطهران تلك الاتفاقيات التي يراها مراقبون أحادية المنفعة وتصب في صالح دعم الاقتصاد الإيراني دون أن يكون للعراق فائدة منها إذ إن العراق لا يصدر شيئا ذا أهمية لإيران خلافا للأخيرة التي حولت العراق سوقا لبضائعها فضلا عن تحويله محطة عبور لتسويق بضائعها على مستوى الإقليم وبما يضر بالاقتصاد العراقي زيارة وزير الخارجية الإيراني الجديد للعراق رسمية بشكلها الخارجي إلا أن جوهرها يتعدى حدود زيارة الند للند وإنما من باب إملاء الوصاية من المتبوع لتابعيه ترجمة نانسي قنقر